اشتركوا في القناة لها اول وليس لها اخر قفز الى عربة الازمة الثقيلة من يفترض انهم مطلوبون للعمل دون عناء حمالة الشهادات العليا الذين وقف بعضهم امام رئاسة الوزراء مطالبين بوظائف يعيلون بها اسرهم اردت ان افتح مكتب ترجمي معتمد احصل على تصريح من وزارة العدل تواصلت معهم قالوا لابد من عمل امتحان لك باللغة الروسية حتى نمنحك فيما بعد شهادة ترجمة قالوا بعد ست شهور بعد ست شهور اتصلت عليهم قالوا الى الان الاسف الشديد لم يجتمع لنا اي شخص يريد ان يحصل على ترجمة لا بد ان يكون عدد الاشخاص ثلاثة اشخاص حتى نجري لكم المقابلة رئيس الوزراء الغارق في تسونامي الازمة المالية وقف عند المعتصمين واستوقف في عنا نسبة بطالة لا تزال مرتفعة حتى في الاول اخير اضطر عليها ارتفاع بعد ما انه كان صار فيه شيء من الحصار وان بخذر محدود بالقياس مع مكان سائدا ولكن هذا جزء من المواقع في عنا تقريبا حوالي ربع مليون مواطن فلسطيني في محافظات الوطن الشمالي والجنوبي عطينا على العمل وهذه مشكلة كبيرة جدا خاصة في قطاع الخارجيين وخاصة منهم من يحملوا شهادات العليا رئيس الوزراء حاور دكاترة البطالة وشكى لهم كما يشكون وكاد يبكي على حالهم كما يبكون وعدهم بحل لكن لما يفرجها الله التلفزيون القدس كنان عيسى رام الله تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر